ووضوعنا هي قضية الثورة المضادة في الجزائر وهذا المصطلح الذي ظهر و تم ترديده كثيرا جدا 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 حتى عشيت ما بعد مباشرة بعد 22 فيفري حيث تحركت بعض الأصوات تتحدث أن في الجزائر تحدث ثورة مضادة وأن هذه الثورة تقودها جهات خارجية وتم ذكر كثيرا الإمارات العربية المتحدة أنها تقود وتدعم القايد صالح بل أنه تم اتهام القايد صالح بأنه قاد ثورة مضادة ضد الحراك الشعبي الجزائر ترى هل هناك ثورة مضادة حقيقة في الجزائر؟ مما لا شك فيه أنه لا يمكن أن تحدث ثورة إلا وتقابلها ثورة مضادة ولا يمكن أن يحدث حراك إلا ويقابله حراك مضادة هذا طبيعي فالجهة التي تسقط من حكم وتفقد النفوذ ستعمل من أجل استعادته بكل الطرق فإن لم تقدر تدعم طرف معين كي يستعيد الأمر ويعطيها بعض الامتيازات فأكثرها على الأقل يحافظ على الريع الذي امتلكته هذه الفئة جراء هيمنتها على السلطة أو على الأقل لا يحاسبها الحساب العسير إذن هذا من حيث المنطلق أمر آخر أن الجزائر أن المشهد الجزائر عاش ثورة مضادة حقيقة وهذه الثورة المضادة أول من قام بها هو سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والناس التي اجتمعوا من أجل اجتمعوا في اللقاء المشهور ومن أجل إيجاد حل للوضع الذي آلت إليه الجزائر وتم الاتفاق في ذلك الاجتماع على مجلس رئاسي مجلس حكم رئاسي وقالوا بأنه سيتم تعيين الرئيس السابق اليمين زروال رئيسا لهذا المجلس الانتقالي أو المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي بصفة جماعية والمعلومات المتوفرة لدينا تقول بأنه تم الاتصال ببعض الأشخاص ووافقوا على عضوية المجلس الرئاسي أولا تم الاتصال بوجوه من محسوبة على الحركة الشعبية أو المعارضة تصلوا بكريم طابو والمعلومات المتوفرة لدينا أن السيد كريم طابو وافق على عضوية المجلس الانتقالي أو المجلس الرئاسي الجماعي ثانيا تم الاتصال بمحمد العربي زيتهو المقيم في لندن وهو دبلوماسي جزائري سابق كان في ليبيا ووافق على عضوية هذا المجلس ووعدهم بأن يلعب دورا في تهدئة الشارع وتهدئة إتباعي حيث كان يهم الناس وما زال يهم الناس أنه رأس الحربة في الحراكي الشعبي الجزائري وتم الاتصال كانت المعلومات من قبل تقول بأنه تم الاتصال بالشيخ عبدالله جبلة رئيس حزب العدالة والتنمية والمصدر الذي حدثنا أشار إليه بدون أن يتأكد ولكن بعدها في الفطرة الأخيرة أكد لنا بأنه لم يتم الاتصال بالشيخ عبدالله جبلة بل تم الاتصال بالسيد عبدالرزاق مقري رئيس حركة حمص وعبدالرزاق مقري بدوره حسب المصدر يقول بأنه أيضا وافق من حيث المبدأ على عضوية المجلس الرئاسي أو أن حمص سيكون لديها ممثلها في هذا المجلس الرئاسي هذا المجلس الرئاسي كان من أول قرار سيتخذه بناء على أشبكات موجودة داخل المؤسسة العسكرية هي إقالة القيد صالح واتخاذ المؤسسة العسكرية قرارات تدعم المجلس الرئاسي الجماعي واتصلوا حتى بالفريق أول علي بن علي وهو الجنرال علي بن علي ويذكر أنه تم وعدوه بأن يكون هو قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع وأيضا سعيد باي أي الجنرال سعيد باي معناها غير أن علي بن علي لم يمسير في هذا الخط وهو الذي أخبر الفريق أحمد قيد صالح برحمة الله عليه بما يحاك له حتى أنه قرار إقالة القيد صالح تم إنجازه وتم ختمه ولم تبقى إلا إذاعته في الإعلام فقط فقط غير أن قيادة الأركان التي كانت مهيمنة على الجيش بمعنى الكلمة وأن هذه اللوبهات لم تستطع أن تقف أمامها تحرك سريعا وتم اتخاذ الإجراءات حيث كان في تلك الفترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يتواجد في جناف فتحرك الجيش هو الذي جلب عبد العزيز بوتفليقة من جناف واتخذت إجراءات تجاه بعض الإشخاص حيث وضعوا تحت المراقبة واتخذ ونذكر تهديدات والتحذيرات التي أطلقها قيد صالح تجاه توفيق من دون أن يسميه وتجاه من سماها في تلك المرحلة العصر إذن في هذه الفترة انتلقت الحالة الثورة المضادة ضد قيد صالح قيد صالح تحرك بثورة أخرى ولكنه انحاز إلى الحراك الشعبي بمطالبه وتمت استقالة عبد العزيز بوتفليقة وراهن القيد صالح على الحل الدستوري أو المسار الدستوري والمسار الدستوري لأنه في ذلك الوقت حسب ما تحدث به إلى المقربين منه أن أي مسار آخر سيكون في صالح الثورة المضادة وفي صالح هذه العصابة التي تتحرك والعصابة تتكون من سياسيين وأحزاب وقيادات عسكرية وجنيرالات في المؤسسة العسكرية ورجال المال والأعمال ونحن ندرك عندما يلتقي جنيرالات ويلتقي رجال المال والأعمال الذين يملكون المليارات ويلتقي أحزاب ويلتقي سياسيون ووزراء وأشخاص لديهم مسؤولية في الدولة الجزائرية فأعتقد بأن الثورة المضادة ستكون خطيرة للغاية لذلك القيد صالح راهن على الحل الدستوري كي يسحب البصات من تحت أقدام هذه الثورة المضادة غير أن الشارع الذين فقدوا الامتيازات حركوا الشارع في ذلك الوقت شبكات تواصل الاجتماعي مفتوحة كل من هب ودب يستطيع أن يتكلم تحرك الطيارات وليس الطيار المتفرة الطيار البرباريست ما يسمى بالبرباريست الذين يناصرون نزع الانفصالية في منطقة القبائل الجزائرية وتحرك والتقى أيضا الإسلاميون من بقايا الفيس من بقايا الفيس نعم من بقايا الجناح المتطرف الفيس لأن هناك قيادات في الفيس مشت في المصاري الدستوري وأيض المصاري الدستوري ولكن على الوجه العام الطيار المتطرف الذي هو الأكثرية الساحقة الأغلبية الساحقة في جبهة الإنقاذ هي طيار متطرف أو ما أسميه ببقايا عنطر زوابري الذين تخندقوا تحت مسمى اسمه جماعة رشاد وهو قناع آخر للطيار المتطرف الذي كان في جبهة الإنقاذ تحرك هؤلاء وتحركت شبكات العصابة التي اخترقت الحركة الشعبة وأرادت استعمالها إذن استمرت بعد ذلك الثورة المضادة لإجهار المسار الانتخابي المسار الدستوري عملت كل ما في وسعها لإجهار المسار الدستوري لذلك حركت الشارع وظهر الشارع كأنه كأنه في تلك المظاهرات التي تنظف كأنها تستهدف فقط الجايد صالح وتستهدف المؤسسة العسكرية عموماً وإن كانت غلفت بذلك ولكن كان استهداف منظم وممنهج ضد الجايد صالح الذي أجهض هذا المسار المجلس الرئاسي إذن وتواصل الأمر كما تدركون وتعرفون التاريخ حتى لا نطيل وندخل في هذه البتهات تم تأجيل الانتخابات الأولى وبعد ذلك أصر الفريق أحمد قيد صالح وقيادة الأركان على الذهاب إلى انتخابات الرئاسية لأنه كان يدرك أن المسار الانتخاب الرئاسي الانتخابات الرئاسية سيقضي على أي تحرك ترجمة نانسي قنقر